الآن نبقى مع أبرز ما اخترناه من الصحف والبداية مع نداء الوطن دولارات صيرف أدعم مقنع لرواتب القطاع العام بسي لهد مراجل سيبقى مسلسل تكبيل البطار يستأنف فصوله القضائية طالما بقي متعذرا قبعه من موقعي أو تنحيتي عن مساءلة النواب والوزراء والرؤساء ولن يألو أثناء جهدا لاستنفاذ كل الوسائل القانونية وغير القانونية لبلو هذه الغاية لن يثنيه تاليا انفراط عقد التسوية القضائية التشرعية الانتخابية مع التيار الوطني الحر تحت وطأة الاختلاف على الأولويات وترتيبها في سلة المقايضة فكان وقع سقوطها مدويا في المجلس الدستوري بعدما حملها رئيس التيار جبران بسيل أوزارا كبيرة لم يستطع حزب الله مجاراته فيها فانتفض في وجهه رئاسيا وسياسيا وسارع إلى الرد على عدم تقديم الحزب يد العون للتيار في تطويق مفعيل الصوت المغترب عبر شن حملة هدم راجل إعلامية كما وصفتها مصادر قيادية في 8 أذار في معرض التقليل من تأثير تصريحات وتسريبات بسيل الأخيرة ضد الثنائي الشعي مكتفية بالقول حزب الله يتفهم استياءه أو تيركوي فش خلقه إلى أساس ميديا كتبت مارلين خليفة وقع لقاء الصداقة بين جوتيرز والمجتمع المدني سرؤوكن بإرادتكن في موازات لقاءتي السياسية جوتيرز عقد اجتماعات غير رسمية مع عدد من السيدات اللبنانيات فضلا عن تسع شخصيات تنتمي إلى المجتمع المدني بينها البيركوستانيان من مجموعة كلنا إرادة ونقيب المحامي الناظر كاسبار وعدد من الشخصيات اللقاء تم في فندق الموفمبيك وهو غادر لبنان فجرا بدأ متحفظا تجاه بعض الأسئلة وعندما أيضا سؤل كيف تسمح لنفسك بالسارقين وقتل أجاب عن هذا السؤال وتحولت الجلسة إلى روح دعابة وانفتاح ولكن مما كتبته مرلان خليفة المفاجأة تقول المفاجأة كانت بأن جوتيرز استبعد إمكانية استرداد الأموال المدعين اللبنانيين التي تم تهريبها للخارج وكرر أمام الحاضرين من المجتمع المدني ما أعلنه لاحقا في مؤتمر صحفي بأن لبنان تعرض لمخطط بونزي لفت بقوله نقلا عن أحد الحاضرين بأنهم سرؤوكم كنتم الضانين معهم عندما وضعتم كلبنانيين أموالكم في المصارف ونلتم فوائد عالية لفت جوتيرز بحسب ما نقل عنه نقل عنه أنه يعرف الكثير من الأجانب الذين قصدوا لبنان ووظفوا أموالهم في مصارفه وكرر من الصعب استرداد الأموال التي غربت إلى الخارج ننتقل إلى النشرة باسكال أبو نادر كتبت عشاء الميلاد كل فترة تحضير المنزلي أقل بالثلث من المطاعم في اختصار أشاف عماد معراوي يشير إلى أن المطاعم ترفع الأسعار بشكل كبير لدرجة أنها تريد أن تضع في الطبق كل ما تتكلفه لنحية المزوط الكهرباء رواتب الموظفين وغيرها من هنا يجب أن نعود إلى العادات القديمة التي كانت سائدة أي الطهو في المنزل لأنه صحي أكثر كلفته أقل في عيد الميلاد تحضر الحبشة وهي الطبق الأساسي في العيد إضافة إلى الحمص والسلطات باسكال أبو نادر وفي حسبة سريعة تشير إلى الفارق المهول بين عشاء عيد الميلاد في المطعم وفي المنزل والتحضير المنزلي نختم مع الأخبار كتباردة صوايا مقالين الأول شركات تأجير السيارات تطفئ محركاتها اختصار نقيب أصحاب شركات تأجير السيارات السياحية الخصوصية محمد دقدوق أوضح للأخبار أن الانحدار الحاد في الأعمال بدأ في شهر أيلول إذ وصلت نسبة التشغيل إلى 4% فقط هي نسبة استمرت حتى الشهر الجاري عندما بدأنا نسجل تحسنا طفيفا مع نسبة تشغيل بلغت 15% ويقول أن هذه الفترة ليس هناك من الأجانب الذين يستأجيرون السيارات معظمهم عراقيون نسبتهم لا تزيد عن العشرة في المئة كتب أيضا رضا صوايا الفنادق تصفر في الأعياد إقفال غير معلن في هذه الفترة من العام كان يستحيل إيجاد غرفة شاغرة في الفنادق شالهات على امتداد الخريطة اللبنانية خصوصا في المناطق الشبلية المكسوة بالثلوج ولكن الآن تجاهد الفنادق والشالهات للصمود للعام الثالث على التوالي أكثر من 100 ألف شخص قدموا لتمضية الأعياد في لبنان غالبيتهم العظمى من المغتربين في البلاد وأفريقيا إلا أن استفادة القطاع الفندقي منهم خجولة جدا كونهم بغالبيتهم الكاسحة يملكون منازل في لبنان أو يبيتون في منازل أقاربهم على عكس المغتربين في الأمريكيتين وأستراليا ترجمة نانسي قنقر